احنا عارفين هوية المسيح ومندرسها شخص عجيب فريد منحتاج لمية حلقة عشان نحكي عنه لكن يعني انا وانت جايين من الشرق الاوسط شو الفكر السائد في هوية المسيح من اين جاء يسوع المسيح بحسب الفكر الشرقي وبالتحديد بحسب الفكر الاسلامي حلو طيب في كثير ايات قرآنية لانه الشرق الاوسط غالبية الدين هو الاسلام طبعا اكتر من احبتنا المسلمين بيعرفوا القرآن القرآن بيخبرهم امور كثيرة عن المسيح ايضا مرات بس انا حاب اعطي كم اية هيك عشان الاخ المسلم يلاحظ ايضا التسلسل في القرآن بيقول ان الله لو اراد الولد لا اصطفى ما شاء مما يخلق الله لو بده ولد يصطفى يشتأ مما يخلق بس بعدين بالقرآن كمان بيقول يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك من نساء العالمين واللاقي مريم اللي الله اصطفاها الله يرسل الها روحه وكلمته طب انا لو ارسل روحي وكلمتي شو بيظلم عندي ما روحي وكلمتي هي كنهي وذاتي وجوهري واراتي ومشيئتي كل هذه هي الذات الالهية بالضبط فاعيات قرآنية في سورة النساء 171 يقول يقول انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه كلمته وروح منه هذا ما يقول القرآن والحق ضمير مفرد غائب يعود على الله يعود لله كلمة الله وروح يعني ليس شك في الموضوع لا 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 أبدا وكمان في سورة مريم اللي تسلسلها 19 والآية 17 يقول القرآن ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فالقرآن بيأكد ان المسيح كلمة الله وانحنا هذا اللي بنقوله احنا ايماننا المسيحي شو بيحكي عن المسيح انه هو كلمة الله هو الكلمة والقرآن بيأكد نفس الشي فبالتالي تلاحظ انه في تطابق في مسألة المسيح من وين اجه اشتركوا في القناة